على إثر الندوة الوطنية حول دور مكاتب الأعلام والاتصال في إنجاح المسار الديمقراطي نظم مركز السفير للدراسات وتكوين الصحفين والاتصاليين ندوة صحفية قدم خلالها تقرير وتوصيات الندوة الوطنية ومن أهمها بعض هيئة قارة لتنظيم قطاع الاتصال أهم في الندوة هي بعض هيئة مستقلة للاتصال الهيئة هذه هي عبارة على هيكل ينظم قطاع الاتصال يؤثر ويقنن هوية المكلف بالإعلام والاتصال في الإدارة وفي المنفق العام المكلفون بالإعلام والاتصال يؤكدون على ضرورة استقلالية هذه الهيئة التي من أولويات مهامها ضبط هوية العاملين بهذا القطاع المهم هي التنظيم ليس الرقابة التنظيم القطاع من أولا ساعة تحديد الهوية من خلال تحديد التسميات على خاطر ملحق إعلامي مهوش بالضرورة ملحق صحفي مهوش بالضرورة بشيكون هو مكلف بالإعلام وإلا مكلف بالاتصال ومهوش بالضرورة بشيكون ناطق رسمي باسم المؤسسة ولا باسم الوزارة ومش كيف كيف مستشار معناها فما اختلاف في الوظائف اختلاف في التسميات أوتوماتيك ماو معناها بشيكون اختلاف في الوظائف هذاك عليش يلجب ساعة تحديد الهوية يلجب موضع معناها مانويل دو بخوصيدور اللي يضبط لك المهام تاكل وظيفة معينة عديد الصعوبات يواجهها الملحق الأعلامي على غرار صعوبة النفاذ إلى المعلومة الملحق الأعلامي يلقى صعوبة بعض الملحقين الأعلامين يعني يلقوا صعوبة في أخذ المعلومة من طرف المسؤولين يعني ما يقعش تشريكهم في الاجتماعات في الندوات اللي يقوموا بها في إطار الهيكل اللي يختموا فيه يعني هذا يكون أنه غير قاب يعني ما عندوش المعلومة بنيتيه يعني يلزم يلوج عليها يلزم يعرف منين كيف هذا الكل يخلق إشكال في مدى أنه قادر على أنه يقدم المعلومة لفائدة الصحفي فما إشكال آخر أنه هو غياب التنظيم يعني ما عنيش هيكل منظم واضح لفائدة الإدارة يعني فائدة الملحق الأعلامي في المؤسسات العمومية أمام تواصل غياب شفافية في المؤسسات والإدارات وعدم تطبيق القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة تبقى مهمة الملحق الصحفي معاقدة بين الاستجابة لمصارح إدارته وتمكين الصحفيين والمواطنين من الولوج إلى المعلومة